مرحبا بكم في الدرس الرابع عشر من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية باسهل طرق. نحن الان في الاسبوع التاني وكذلك في الدرس الرابع من الاسبوع التاني. اذا كما جرت العادة دائما في بداية كل درس نقوم بمراجعة الدرس السابق. اذا نحن سوف نقوم بمراجعة الدرس التالت من الاسبوع التاني. كما تلاحظون هذه هي الافعال التي رأيناها في الدرس السابق. سأعيد قراءتها ومنها وكذلك هو معناها باللغة العربية. اوه امامكم قرر عادة وشاركة هي كذلك رأينا هذه الاسماء وما تعنيه بالعربية ورأينا كذلك بعض الجمل كل ذلك موجود في الدرس السابق ما عليكم الا مراجعته. يعني لدينا الفرصة هي الاوكازيون عبارة عن جمعية. هي الحقيقة. هي النتائج. الفوت الاخطاء. اتقاء. الابجكتيف الاهداف يعني لحظات صعبة. اذا بداية الدرس الرابع من الاسبوع الثاني يعني الدرس الرابع عشر من السلسلة كاملة. اذكركم يجب ان تتوجهوا الى وصف كل فيديو ستجدون رابط آآ رابط السلسلة بالترتيب وكذلك هناك رابط مجموعة للتليجرام يوميا نضع فيها الدروس بالترتيب ليتم مراجعته. نذهب الى بداية الدرس. اذا لدينا هذه هي الافعال الجديدة ان شاء الله في هذا الدرس الرابع من السلسلة. لدينا الفعال الاول هو تاني تالت جوي الرابع والخامس كيه. اذا لدينا تعني وضع رفع جوي لعبا انزلق كيه صرحة. اذا هذه خمس افعال يجب كتابتها على ورقة. بعد ذلك تقوم بمتابعة الفيديو او اتمام الفيديو. نمر الى الاسماء. لدينا هذه الاسماء التي امامكم. لدينا الاسم الاول الكوزين يعني المطبخ. لاناج يعني التلج. لابلوي المطر. لفو يعني الاحماق. لمنطعن الجبل. لما اليد. سؤال. يعني غرفة النوم. لدينا هذه الاسماء ما عليك الا تدوينها على ورقة كذلك لتساعدك في فهم الجمل التي سوف نرى بعد قليل. اذا لدينا اولى الجمل هي الى كما تعلمون يتم الان في هذه او في هذا الاسبوع الثاني نعمل في الزمن الماضي. يعني دائما يكون الفعل هكذا يتم تصريفه مع اكسيليار اما ان يكون اكسيليار اتخو اما افواغ على حسب نوعية الفعل. سواء قولنا ان الافعال تنقسم الى افعال اه التي تصرف في الزمن الماضي مع الفعل اتخ وكذلك هناك افعال. تصرف مع الافعال. اذا الافعال التي تصرف مع الافعال اتخ فهي قليلة جدا. اذا نمر الى معنى هذه الجملة الى هو ودعا قلم. اذا نمر الى الجملة اخرى اه سترون شيء جميل هناك. اه قلنا ودعا هنا ودعا قلمان هو يمكن استعمال هذا الفعل كذلك مع الى هو طرح سؤالا او ودعا سؤالا. لن يفرق ذلك في هذا الفعل. اذا نمر الى الجملة اخرى يعني لم يرفع احدا يده. او احد يده. طرح سؤالا لكن لم يرفع احدا يده. رأينا هذا الجزء من الجملة وكذلك هذا الجزء كذلك من الجملة. اذا لدينا هذه الكلمة فقط هي التي سوف نضيف الى الجملتين ونقوم بجمعهما. اذا لكن يعني لا ما. جيد نمر الى جملة اخرى رفعت يده لاطرح سؤالا. اذا رأينا هذا الفعل وكذلك هذا الفعل والاسم. اذا كل شيء رأينا في هذه الجملة يجب ان تقومها بترجمتها. ما عليك الا ان تصل الى اي جملة ان توقف الفيديو ترجم تترجمها بعد ذلك تعود لتقارنها مع هذا الذي تراها امامك. جي. رفعت يدي لاطرح سؤالا. عيد قراءة الجملة بالفرنسية. جي. لفن امامك. نمر الى جملة اخرى. اي لابوزي لساك دون لكوش. عفوان. اي لابوزي لساك دون لشام بغ اكوشي. يعني. لقد وضع الحقيبة في غرفاتي النوم. نمر الى الجملة اخرى لكن هذه المرة نفس الجملة نقوم بنافية. يعني لم يضع الحقيبة في غرفاتي النوم. يلن نبا فزي لساك دون لشام بغ اكوشي. عيد قراءة الجملة يلنبا فزي لساك دون لشام بغ اكوشي. نعم نمر الى هاد الجملة لقد ودع السندوق في المطبخي. معنها يلنبا سي لابوات دون لكوزين. المطبخ يعني لكوزين. يلنبا فزي لابوات دون الكوزين. نعم نفلي هذه الجملة لم يضع الصندوق في المطبخ. نفلي النابا بوزي لبوات. دون الكوزين. نمرو الى جملة اخرى. عردت دائما اللعبة في التلج. اذا عردت هناك فعل اخر سينضافو اليكم. يا جي فولي تجوغ جوه دون العناج. لدينا هذا الفعل سنتضرق له في درس قادم ان شاء الله ليتم معرفته او ليتم معرفته. واردت دائما يعني دائما تجوغ واردت جيد نمر الى جملة اخرى نزافو رأينا هذا الفعل ورأينا هذا الاسم وكذلك نعلم ما معنى كوم ونزافو اذا نمر صرخنا نمرو الى جملة اخرى نزافو سيارة في الطرق أو في الطريق. في الطريق. جيد الى جملة اخرى. لدى نزافو سيارة في الطريق. نمور الى جملة اخرى. لدى نزافو رأينا نزافو سيارة في الطريق. نزافو اسم ونزافو سيارة في الطريق بسبب يعني اكوز تاني بسبب المطار دو لابلوي. والفرب سيجليسي تم تصريفه مع هنا مع الاكسلياغ اتر. جيد. اذا لدينا هذه الجملة امامنا. اذا كخلاصة لهذه الجملة يجب ان تستطيع ترجمة هذه الجملة دون ان تقوم برؤية الحل. بعد ذلك تقارن الهل. كان هناك دارينا رسی sorted. كن ننز Tookارن الهل. هن ornaments هم منصم ع منصممم مئنسي هم كمانسي أكريه كم دفو كار إلزان في لنج إذن ما الجديد لدينا في هذه الجملة لدينا كار هي عبارة عن كلمة جديدة وكذلك الفعل آريفي إذن كن نصوم آريفي على منتعان لزانفون هم كمانسي أكريه كم دفو كار إلزان في لنج إذن ما معنا هذه الجملة إذن نعلمو أننا رأينا عندما في سابق الدروس عندما وصلنا للجبالي كون نصوم آريفي على منتعان إلى هنا للجبالي بدأ الأطفال يصرخونا لزانفون هم كمانسي بدأ الأطفال يصرخونا هم كمانسي أكريه كم مثل دفو المجاني لأنهم كار لأنهم كار إلزان في لأنهم رأو أتلج كار إلزان في إذن نارا هذه الجملة كادهاليك دي كيل دي كيل زان سورتي دو لavoاتير إلزان كمانسي أجوي 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 لأنهم كريه دو جوا هذه الجملة تقوم بترجمتها وعيد قراءتها إذن معناها بالعربية مباشرة بعد خروجهم من السيارة بدأوا يلعبون بالتلج يصرخون من الفرح ويتزحلقون ويقفزون مثل المجانين إذن الآن وصلنا إلى نهاية هذا الدرس شكرا لانتباهكم ما عليكم في الأخير إلا الاشتراك في القناة بالضغط على الزر هنا وتفعيل زر الجرس بعد ذلك تقوم بمراجعة الوصف ودعم إلى المجموعة على التليجرام إلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله